على سيناريو تعرض إسرائيل لألاف السواريخ من سوريا ولبنان وغزة في آن واحد بينها سواريخ كيموية انطلقت التدريبات الميدانية لمناورة نقطة تحول سبع لاختبار جهوزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية التدريب شارك فيه مئات الجنود وعناصر الجبهة الداخلية ويحاكي سيناريو تعرض أبنية ومواقع استراتيجية لسواريخ وسقوط مئات القتلى والجرحة وهو سيناريو تتوقعه التقارير الإسرائيلية في حال تصعيد حربي في المنطقة لا يمكن تجاهل العلاقة بين هذه المناورة وعدم الاستقرار عند الحدود الشمالية وفي كل سيناريو لمواجهة المستقبلية لا يتم الحديث عن احتلال إنما ضرب الجبهة الداخلية بالصواريخ والمسبهة وتزامنا تدريب نقطة تحول سبعة مع الحديث عن سماع انفجار في بلدة المطل أثار حال هلع بين السكان دفع بقوات معززة من الجيش إلى إجراء تفتيشات للعثور على شضايا صاروخ أو قذيفة صاروخية غير أن التوقع بتعرض إسرائيل لقصف حقيقي للصواريخ تزامنا مع المناورة كان ضمن حسابات الجيش ما استدعاه إلى تحذير السكان لدى سماع سفارة الإنذار والتمييز بين سفارة المناورة وأخرى تطلق في حال الإعلان عن حال طوارئ إثر سقوط الصاروخ نأخذ بحسبان التهديدات التي تواجد دولة إسرائيل والقدرات الموجودة لدى أعضائنا ولكن التمرين لا يأتي في ظل ما تشهد المنطقة من تحولات نحن نعيش في منطقة الشرق الأوسط والأحداث الأمنية فيها تتصرع بشكل كبير وتحدث تقرير للجبهة الداخلية عن محاولة حصول تنظيمات إسلامية متطرفة من لبنان وسوريا والقاعدة على سواريخ كيماوية من مخازن الجيش السوري ما دفع إسرائيل إلى الإعلان عن تكثيف استعدادها لاحتمال ترجمة تقريرها على أرض الواقع وتعرضها لخطر هذه السواريخ القذيفة التي أعلن أنها أطلقت من لبنان أعطت لهذه التدريبات بعدا آخر جعل أولئك الذين يتعاطون معها كتدريبات تقليدية حاجة ضرورية لمواجهة مخاطر حقيقية أمالي شحادي الناصر العليا